دلوقتي معد مجازل أهم الأخبار معدينة تفضل يدي شكرا لك محمد التهمين صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيش مجازل أخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أعلن وزير الخارجية والمختربين اللبناني عبدالله ابو حبيب انتهاء المرحلة الأولى من تصويت اللبنانيين في الخارج بالانتخابات النيابية بالنسبة مشاركة بلغت قرابة 59% في العشر دول التي أجريت بها وأشار ابو حبيب إلى أن عدد المشاركين بلغى 18.225 شخصا من بين 30.929 وذلك لهم حق التصويت في الدول التي أجريت فيها الانتخابات هذا وبدأت في الثانية عشر من منتصف الليل مرحلة الصمت الانتخابي قبل بدء المرحلة الثانية لتصويت المختربين المقرر لها غدا الأحد في 48 دولة بعد استبعاد أوكرانيا قال الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش أن المجلس الأمن تكلم بالصوت واحد لأول مرة من أجل سلامي في أوكرانيا وأضاف جوتيريش في تغريدة عبر موقع تويتر أن العالم عليه أن يتحد لإسكاة البناطق ودعم قيم ميثاق الأمم المتحدة على الرئيس الأمريكي جو بايدن عن مساعدات أمريكية جديدة لأوكرانيا تشمل ذخائر مدفعية وأجهزة رادار وحذر الرئيس الأمريكي من أن المبالغ المالية المرصودة للتزويد كييف بالأسلحة أشرفت على النفاذ وذلك داعيا الكونغرس إلى رد مبالغ إضافية هذا وأشارت وكارة الأنباء الفرنسية نقلا عن مسؤول أمريكي رفيع إلى أن الحزمة تقدر بقيمة 150 مليون دولار بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الكندية جاستين ترودو خلال اتصال هاتفي طرح الجهود المبذولة للتقديم مساعدات أمنية لأوكرانيا وأشار البيت الأبيض في بيان أن بايدن وترودو أكد التزامهما بمحاسبة روسيا على عملياتها العسكرية في أوكرانيا وأضف البيان أن الزعيمين ناقش خلال الاتصال مشاركتهما في قمة الأمريكيتين المقررة في يونيو المقبل بالولايات المتحدة قال المتحدث باسم الكريمنين ديمتري بيسكوف إن هناك خطابا عدائيا يصدر من بولندا واشدد بيسكوف على أن وارسو يمكن أن تكون مصدر تهديد لروسيا وعلى الجانب الآخر قال المتحدث باسم خدمات الأمن في بولندا إن روسيا تمارس حملة تضليل منصقة ضد بولندا منذ عدة أيام تشمل تلحميحات إلى أنها قد تشكل تهديدا لوحدة أراضي أوكرانيا لافتا إلا أن الهدف من الإجراءات الروسية هو خلق حالة من عدم الثقة بين بولندا وأوكرانيا أجرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اتصالا هاتفيا مع رئيس الفرنسي إمانويل ماكرو اتفق خلاله على زيادة التنصيق في مجال الأمن وذكر بيان بريطاني أن الزعيمين اتفق على ضرورة التنصيق بشكل أكبر فيما يتعلق بتوفير الأمن والدعم الاقتصادي لأوكرانيا على المدى الطويل وأضاف البيان أن جونسون دعا إلى عدم إجراء أي مفاوضات مع روسيا بشروط تعطي مصداقية لرواية الكريملين عن العملية العسكرية في أوكرانيا اختتم الفريق الأول لكرة القدم من نادي الأهل تدريباته استعدادا لمباراة وقص طيف الجزائري في إطار ذهاب نصف نهاء الدوري أبطال إفريقيا والمقررات في التاسع مساء على ملعب الأهل والسلام ويسعى الأهل لتحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة العودار في الرابع عشر من مايو الجاري في الجزائر وتأهل الأهل للدور نصف النهائي بعد تجاوزه عقبة الرجاء المغربي فيما تأهل وفاق استفل ذات الدور بعد تخطيه الترجي التونسي ختام مجد الثامنة فاصل وضح لحضركم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر ترجمة نانسي قنقر